اوكي. والله الدنيا شكلها حلو عندك ياكوس. الدنيا شكلها كويس هاي. اول حاجة واضح عندي انه فيه تطور مادي. او يمكن تكون فلوس جاية يعني. مش تازم تكون الحالة المادية حتعلة. بس ان شاء الله فيه فلوس جاية. وفيه حالة كده رخاء ان شاء الله. شايفك بتقود عربة ومتجه بسرعة. انت المسيطر على الامور دلوقت ياكوس وانت طبعك مندفع شوية. وراكبها عربة كمان. يعني انت ماشي بفول سبيد. فبالراحة شوية هي الدنيا شكلها كويس ما تقلقش من الحاجة كل حاجة حلوة. بس خد وقتك شوية ما فيش حد بيجري وراك. عندك عجل تحص الدنيا ان شاء الله بتتسهل. يعني الحاجات دلوقت ان شاء الله بتتسهل. لكن فيه هنا. شوية خوف. انت خايف من حاجة معينة. خايف من تغيير في شغلك. واضح انه هيحصل. في حاجة هتتغير. الكلام بيتعاد اخرجي وتخلي تاني يا ري. فيه تغيير هيحصل في شغلك فعلا. شكلك هتروح شغلة تاني. او هتغير مكانك جول الشغل بتاعك. فيه حاجة عندك هتتغير. فيه موت لشيء وولادة شيء جديد. يعني. افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس ولا ايه الدنيا عندك متشقلبة فيه عملية تحول بتحصل عندك. معها بعدها تطور مدي تاني. يعني تطور عندك مدي مرتين. هنا وهنا مرتين. الناس اللي حصل بينهم. انت حباوز الراوتر. اللي حصل بينهم انفصال شكل فيه رجوع لحبيب قديم. او ممكن. او ممكن يكون. او ممكن يكون. او رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة مش لازم يكون صديق. بس المهم في حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو. حاجة هتفرحك. هتبسطك. فيه ارتباط هنا. بس مش ارتباط كديد. يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشركهم او دلوقتي. وان هما ماشيين مع بعض بخط واحد. عندنا كمان king of swords. اهو. بيقولك انت شخص زاكي يا قوس. ومحبوب. وعندك كمان بتدي نصايح كويسة. والمنطق عندك. اه. المنطق عندك كويس. يعني منطقك في التفكير كويس جدا. اه. اللي مش بيشتغل. اللي مش بيشتغل. فهو خايف من خطوة. هيخدها. اه. حاسس انها هتغير حياته. وخايف انه هو يخدها. زي ما انتم شايفين. وانت ده متكتف ومش عارف يروح فين. وحاسس انهم مش شايف قدام مش عارف الخطوة اللي بعدها ايه. فعنده شوية قلق. اه. يبقى كد ده بلقى معناه انه برضو هتتعلم حاجة جديدة. لو انت ما بتشتغلش. فانت ممكن تتعلم حاجة جديدة. والتحول اللي عندك ده لو مش حاجة في الشغل فهو تحول شيء في حياتك. في موت لشيء. وولادة شيء جديد. اه. الناس اللي مرتبطين. علاقتهم كويسة. الناس اللي حصل بينهم انفصال. ان شاء الله في رجوع. الناس السنجل. مفيش حاجة جديدة. اوكي. لخص القرية بسرعة. تطور مادي كويس. في عجل تحظ بالدور. الحاجات الوقفة ومتعطلة. هتبتدي تمشي وتتسهل. اه. في عندك عربة. انت ركب عربة وماشي بسرعة. وانت القائد. انت اللي تحرك. مفيش حاجة بيحركك. لأ. انت صاحب قرارك وانت اللي تتحرك. خوف من تغيير. بس هيحصل هيحصل. خفت او ما خفتش بس شكل. في تغيير جاي. في حاجة جديدة هتتعلمها. معها. تطور مد جديد هيحصل غير الاولاني. وفي رجوع لحبيب قديم. او شخص عزيزي عليك قديم. اه. وفي ارتباط قوي نحو الشريك. للناس المرتبطين. كمان. اللي هو بتاع الاتنين المرتبطين دول. بيوحي كمان بالاختيار. انه هم اتنين. في حاجة انت بتختار بينها. ما اعتقدش ان هم مشاركين. مش وصل لي الموضوع ده ان هم مشاركين. بس لأ. انت واقع في اختيار. اه. قوس. انا بس اللي بيخوفني منك التصرع بتاعك. حاول ان انت ايه. تاخد وقتك شوية في التفتير بلاش التصرع ده. بس الدنيا عندك الحمد لله الشهر ده شكلها ماشاء الله حلوة قوي قوي قوي. اوكي. الجادي طيب. الجادي بتطلب كتير يا جماعة. حلوة قوي. يا ساعد مساكي يا هند. واحد وعشرين ديسمبر ايه. اه. ده اول يوم في الجادي حولتي. باذن الله يا دعا. في حاجة حلوة في تغير ان شاء الله. بس في تغير كويس. يعني تغير حلو ان شاء الله اللي جاي. والانترنت رجع الحمد لله. بس انا خايفة ارجع على الانترنت بتاع البيت يرجع يبصل تاني. فخليني على البقع وخلاص. شوف لايب منورني. منورني يا لحن الحياة اهلا بيكي. منصر رائعي في عين ومساني اللي يزبقني. لما حد يحصبني. والله يا بنتي مش لوحدك يا ريم. يعني كلنا. لحن الحياة واي حد جديد منورين اللايب. لو عاجبك. بليز اعملي مشارطة يعني دوسي اعجاب بالصفحة. ومتابعة لشان تشوفي فيديوهات الجديدة. انا كل يومين بطلع على عين. تعالوا شو بقى الحالة العاطفية اخبارها ايه. والعفية ليه يعني ايه يا صافي. يا حبيبتي يا مروة ده انت الامارين. ازيك يا روحي. لأ قلت 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 قولي كده وتمشي يعني. لأ خليكي اعدم معاني. مساء الفل يا حكاية عشرة. اوكي. تمام. يلا الحالة العطفية للمجموعة الاولى. دي ساميلي يا هدير. عن القوس احنا بنقول القوس النهاردة هو. يتقال. وقلت بدله برج تاني. ليه مع ان تصويت كان صارح الحمل. بس يا اسراء. هو فعلا حصلت. قلت الحوت بدل الحمل. بس رجعت قلت الحمل. وبعد ما قلت الحمل الصفحة تقفلت. والفيديو ده انا مساحته. يعني يعني انا مساحته بنفسي لانا كنت خايفة تكون الصفحة تقفلت. بعد يعني بسببه هو ان انا قلت حاجة غلط في الستريم ده. فعملت له delete انا شيلته. بس انا قلت والله يا حبيبتي بس ان شاء الله هعيد قريته تاني. ولا اهمكم خالص. يا حبيبتي يا شايمة اسلامي. مساء الفل يا سعيد. لو خدتوا بالكم ان ارجعت لكروتي القديمة تاني. بشحن الجديدة. يلا بينا. الحاجة العاطفية للمجموعة الاولى برج القوس. بشحن الجديدة. بشحن الجديدة. انه سيكون جديدة. انا لحسن الطاقة عندكم في الحالة العطفية. مش حلوة يا قوس. بصوا. واضح انه فيه اختيار فعل. الشريك. القوس قصدي القوس عايز يحسن اختيار شكله بيختار بين شخصين ويختار بينهم. او انه هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر. يعني حاسس انه هو مش مرتبط بكفاية. معرفش هو حاسس حاسس ان علاقه مش نكحه قوي. حاسس انه هو مش حاسس بامان قوي. طلع كرت الشمس. يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعادة. عنده نقص في حاجه. شايف شريكه ازاي شايف شريكه بيحبه. يعني هو عارف ان هو بيحبه. طيب ايه الموضوع. شايفه شخصه رومانسي. شايفه انه هو شخص رومانسي. يمكن هو رومانسي. بس ما بقاش رومانسي معاك ولا ايه الموضوع. الطاقة فيها جرح. فيها قلب حزين. فيها حزن. الشريك بقى عايز ايه الشريك عايز يبقى عن المشاكل ويروح مكان هادي يعني واضح انه ممكن تكون بتقطق الايام دي سلبية شوية فهو محتاج يبقى عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد عايز ايه كمان عايز زي ما تقوله حد كبير يحكم بينكو يعني يقول مين غلطان ومين مش غلطان شايفك انت ازاي شايفه حظ يعني هو شايف انه هو بيمده بالحظ وبيمده بال يعني زي ما تقوله بيتفاقل بيه لما بيبقى معاه اموره بتتسهل فامين وشه حلو عليه شايفين هو وشه حلو عليه اللي بيحصل الشهر ده فيه قلة مواجهة يعني فيه حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقلش ما فيش مواجهة بتحصل هتبتجد تخشه في مرحلة جديدة شوية وممكن تكون مرحلة احسن مرحلة احسن شوية بس فيها برضو عزلة يعني انا شايفة ان القص منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر يعني رأيه يا جماعة طب احنا حطينا قلنا عن مشكلة طب انت يا قوس شايف ان الشيكك بيحبك لو القرأة زي ما انا شايفة كده ان القرأة ماشية صح انت شايف ان الشيكك بيحبك وانك انت وشك حلوة عليه وكل الحاجات الحلوة دي ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه او انت حاسس ان هو مش مرتبط بك كفاية وان العلاقة مش ناكحة وانت مش سعيد حاس انت مش سعيد كفاية العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنتفصل عن شريكك حتى وجدانيا يعني حتى مجرد تفكير ده انا مش شايفة ان هو قرار صح انا شايفة ان لو عايز تقرب قرب بس قرب انا مش شايفة مشكلة ان انت تقرب وتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللجواك وشيكك هيسمعك لانه بيحبك يعني السبب الازعب بالبساطة دي بالزبط كده هو بيحبك فهيسمعك وبس وشيكك مش عايز مشاكل دلوقتي يا قوس يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي هو حابب يكون فيه هدوء شوي لان طبعا هو عنده اكيد حاجات بره كتير يعني قيمة بالواجب معاه ومش شايف ان هو يعني فيه سبب بيخليك تكون متضايق منه بالطريقة دي فمش عايز مشاكل وانا صراحة اعذره في حاجة زي دي ترمى مفيش مشكلة اساسية يعني انتوا قادرة طبعا اكيد فيه تفاصيل جوه انا مش عارفاها بس ده الصورة العامة الصورة العامة شريكك بيحبك شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بره امان فياريت اللي اعوز له عدم امان ياريت تعدوها بقى مع بعض كده اديكوا في ادين بعض شبكوا اديكوا كده وعدوا روحوا بره الامان مع بعض بهدوء كده لان ما فيش اي داعي للي انتوا عاملينه ده كويس جدا يا عبير حل حلو جدا خلاص يبقى زي ما قلتلكم بليز امسكوا ادين بعض كده وعدوا كده الراحية تانية بالراحة والمواجهه مش شرط تكون المواجهه فيها يعني عنف انتوا محتاجين تدواج بقى انتوا محتاجين تطلع لجواك بس فطلع ورتاح يعني قولي لجواك ورتاح الاسد اتقال صحيح يا لله احنا قلنا برج الاسد بشكرك يا رؤى انا قلت المرحلة الاولى دلوقتي شفت الحظ عندوح الوقوي القوس المرحلة الاولى هنشوف دلوقتي المرحلة التانية اخبارها ايه بشكرك يا اسيل مش مهتم بيك هيدي المشكلة حال وقاوية ام ادهم وصلنا ليه المشكلة الاساسية طيب مش مهتم هل هو مهتم بحد تاني ولا هو مش مهتم لان هو عندو حاجات تعباء اصلا قرادي ضغوط حياة ومسئوليات وشويات حاجات كده فابتلاح تتممو يقل من عندك شوية لو دي الحالة معلش يعني استحملي شوية يعني عدي شوية عزوريه اللي تب يصيره العزور وبطريقة ظريفة كده يعني مين حايديني اهتمام ليرك انا محتاجة شوية اهتمام يعني انا عادة انا مقدار ان انت عندك حاجات ومشهول وعندك شغل والحاجات دي كلها بس انا برضو ليه يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت مفروض تهتم بيها فانما عايزة بس شوية اهتمام موضوع بسيط خالص والله مش مش محتاج العزلة يعني مش محتاج عزلة خالص يا حبيبتي وانا بموت فيك يا زنينة كلمكم صحب اشكرك يا هودا العزراء قريب حبيبتي حاضر حبيبتي يا شقاوت اسكندرية عفك بكلامك صحي جدا بسبب البعض الاهمان وعدم الاهتنوع اه فهمت 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 بسيطة قوي يا جماعة والله بسيطة مين عامل حاجات بتعيط لا تليز انا عايزة قلوب ولايكس اه تم استهلاك المتاح خلصنا خلصنا الانترنت طيب نخش بقى على المجموعة التانية القراءة العامة لبرج القوس الجميل المش متسرع يا اختي القوس هنا في ارتباط مشي واتفاق نحو المستقبل مع شخص. خلوا بالكو القوس مش كله بيمشي عليكو. القراءة دي شكلها قراءة ولادي. فالبنات بستراحوا شوي وانا حقولوكو بقى ريادكم انتو بعدين ايه. بالنسبة لكو انتو انتو هنا في اتفاق مع شخص مع الشريك نحو المستقبل. اه حد هيجي ويتكلم وخلاص عايز ايه ارتباط رسمي. الناس من الجوزين برضو قاعدة مع الشريك وبتتكلموا وبتزبطوا حاجة نحو المستقبل. بترسموا مستقبلكو مع بعض. هتعملوا خطوات نحو المستقبل او على اقل اتفاق يعني. بالنسبة للولاد بقى فهو ارتبط بشخص. بس هو مع شخص تاني. بس فيه شخص تاني. الموضوع هيتعرف. فحيزعل. لا حيزعل. الطرف اللي اتخدع او هم اكيد اللي اتنين اتخدعو. حيزعل وهجيب ناس تزعل. بص هتبعمل ازاي? زعلان. وهتصر تبعد. تبعد. فراء. تحس بخسارة شديدة. شديدة تقريبا هتخسر الاتنين. يقوص لو انا لحقتك قبل ما تعمل حاجة زي دي. وقف اللي انت بتعمل ده. انت بترتبط بشخص او بتوعد شخص. بحاجة نحو المستقبل. وانت قردي مع شخص جاني. فيه علاقة سلسائية. خلاص. دعوا بقى نكمل قرية عادي بقى انها ايه? تبقى ولاد وبنات. البنات. احتفال. احتفال. هتحتفلوا بحاجة. شكلها شكلها خطوبة. الشخص اللي هيتعرفوا عليه ده. او هتفقوا هتفقوا معهم على حاجة. ان شاء الله فيه احتفال. لو انتم متزوجين برضو بتحتفلوا بحاجة. يمكن حاجة خبر حلوه هتسمعوه. اه الحاجات اللي بتفرح دي بس عيد الملادة. انجواز. عمره. حاجة من الحاجات اللي بتفرحنا دي. وهتحتفلوا مع بعض وتقضوا. حلو جدا. القوس عنده اعباء كتير. مسئوليات كتير. واضح على التعب والاجهاد. لكن يقدر يعمل اكتر. بس تقدر تعمل اكتر. يعني انت لسه عندك مخزون طاقة جوه. يعني انت لتكون فاكر انا خلاص كده انا جدت اخر. لا لما لسه مجدتش اخرك لسه ممكن تعمل اكتر من كده. برضو فيه هنا queen of swords. اهي. اه منحي مشاعرك جانبا يا قوس. وعمال بتتكلم وبتفكر بعقلك بس. وصلت لمرحلة نطج كافي انك انت بقيت بتفكر بعقلك بس وبتاخد شوية قرارات صعبة. اه ارجوك صفي زي احناك اجهاد. وما فعش تاخدها. وانت برج القوس متسرع. اوكي? وقعت زي ما زي انتوش شايفين كده. هو قعد عالكورسي وعمال يقول ايه? واحد كده كده وده كده. لا قعد لو سمحت وفكر شوية. ليه? ليه? الحمد لله يا رجع. لانه فيه خسارة يا برج القوس. هتحس بخسارة. فاتمنى ان الخسارة دي ما تنجمش عن القرار اللي انت اخدتو ده. التعب والمشاكل اللي عندك دي ممكن تكون هتخليك تقول ايه بقى? لا انا مش لاعب. وتمشي. يعني لو شغل خلاص بقى مرحق في شغلك جدا مش قادر تتحمل اكتر من كده مسؤوليات كتير. وحس ان الموضوع مش مجدي يعني مش بيدي مش بيديك على قد ما انت بتديله. فتروح هتقرب ايه? تسيبه وتمشي. اه ده هيعملك خسارة يا قوس. لا استنى شوية. اصبر شوية. اللي بيفكر ليسيب شغله للاسباب اللي انا بقولها دي. ارجوك استنى شوية الموضوع ده هيعملك خساير فادحة. ما هتش سيب شغل غلما يكون راح شغلة تانية. اه القوس في جنبه شخص بينصحه نصايح مش كويسة. او على الاقل بيديله الطاقة مش كويسة. انا بقى حسيت بقى الموضوع ده. ليه؟ لانك انت بعد ما بتقابل الشخص ده بتتكلم معاه تحس باجهاد. او بخيمة امل. او ان انت مش قادر تكمل. مين بقى الشخص العمالي يقولك الكلام ده؟ ويعني انت بتعمل ازاي كل ده ده انت انت متبهدر خالص. انت ازاي ساكت على اللي بيحصل فيك ده. ده عمال ياخد طاق طاق الإجابية كلها وبياخدها هو لنفسه وبيديك بجدالها تفاص الجول. ما خليك زعلان زعلان انا ليه حظي كده بس ليه؟ فبليز الشخص العمال يقولك الدنيا عندك بايزة والحاجات دي بليز اقوله شكرا عن نصيحة وايه ومش يعني متشكلين تفوت علينا بكرة. هتعدي يا قوس ان شاء الله هتعدي انت شكلك عندك ضغوط من نوعا ما. هتمنى متكونش ضغوط تعاطفية. هي شكلها ضغوط في العمل او ضغوط في الحياة بشكل عام يعني. استحمل انت تقدر. في كرتين يا جماعة للعصيان. دول العصيان. العصيان اللي هي العقبات والمشاكل والتعب والحاجات اللي بتتعبنا في حياتنا دي. دول تسع عصيان. الكارت التاب يقول ان انت انت تقدر. لا تقدر الشيلة دي شلتك تعرف تشيلها. في واحد تاني ابو عشر عصيان بيقولك لا انت دا عد قدرتك. لا دا ما تقدرش ان انت تشيله لو سمحت اطلب مساعدة او رايح نفسك شوي. لا انت تقدر يقص. شد حيلك وان شاء الله هتعرف تعمل كل حاجة. هلخص القرية بسرعة. في اتفاق نحو المستقبل بين القص واحد معاه. احتفال. في حد عمال يسلب منك ضغطك الايجابية. اللي هي الندرة دلوقتي في زماننا دا الندرة اللي كل واحد يمسك على طاقته كده ويحلق عليها. بيزعلك. الشخص ده ما فكرة بيزعلك. بيخليك تندب حظك يعني. لا حظك مش وحش ولا حاجة. مجهد فعلا. عايز تبيع القضية. هتفكر تباعها فعلا وتاخد قرارات صعبة بالشكل ده. حتي يجي عليك بالخسارة يا قوس. بتعملش كده. حيرة احتار او احتار زي ما انت عايز وفكر وخد وقتك. خد وقتك. حيرة. وبعد عن المشاكل اللي هي اللي ملهاش الازمة. فهننقص دي. هتعدي وهتروح بر الامان ان شاء الله. هتعدي كل ده. هترايح على المية الرايقة هي. رايح لها خلاص. اصبر.